تسبب القتل الوحشي لامرأة بواسطة سيف ساموراي في مدينة إسطنبول بتركيا بتفجر موجة من الغضب في أوساط الرأي العام التركي في حادثة تعيد الجدل حول تنامي الجريمة في تركيا واستهداف النساء على وجه الدقة سواء داخل الأسرة أو في الشارع حيث تتعرض النساء بالفعل لانتهاكات جسيمة بينما يدعي النظام التركي حمايته للمرأة وحقوقها ونشرت أكالة أنباء ديميرورين هابر أجنسي الجمعة سورا تظهر الجاني وهو يسير في اسطنبول مسلحا بسيف ساموراي وبعد وقت قصير هاجم امرأة تبلغ من العمر 28 عاما في الشارع وهي مهندسة معمارية وتوفيت المرأة في وقت لاحق متأثرة بجراحها في المستشفى وتم القبض على الجاني بعدها وبحسب التقارير السابقة لم يكن أي من الجاني أو الضحية يعرف كل منهما الآخر ووفقا لتقارير أعلامية قل الجاني البالغ من العمر 27 عاما بعد أن نفذ جريمته التي هزت اسطنبول وأثارت صدمة في عموم تركيا إنه أراد قتل شخص ما بدافع الملل لقد اختار امرأة لتكون الضحية لأنه كان بإمكان الرجل أن يقاومه وسجلت منظمة حقوق المرأة المعروفة باسم سنوقف قتل النساء 310 جريمة قتل للنساء في تركيا حتى الآن هذا العام مع مقتل 18 امرأة في سبتمبر لوحده وتأتي هذه الجريمة بعد أشهر من صدور تقرير عن منصة أوقف قتل النساء أظهر أن 28 امرأة في تركيا تعرضنا لعنف أسري أو بعضهم إلى القتل في مارس وأظهر التقرير أيضا العثور على 19 امرأة أخرى ميتات في ظروف مريبة